فارق سنطيني فارق سنطيني الفارق توفيق يتابع علاجه ببوشاوي ومتفائل بقرار المحكمة العلية هذا 28 سبتمبر يعني اليوم عندما قلت في جويليا الماضي أن توفيق في بوشاوي جنان بوشاوي يعني هذا الآن رأيه مركز الصحي و يعني مركز راحة انتع كبار الضباط هو بوشاوي فتوفيق كان موجود فيه فأنا قلت كانت عندي المعلومات من مصادر من إخواننا الأحرار كانوا قدموني المعلومة وبالتفاصيل تاحها فقلت يومها بين أنه في بوشاوي بعض خرج يكذب قالك مش صحيح لا رأيه مازل في السجن لا رأيه مازل في السجن وقلت أنه قبل ذلك قضى يومين أو ثلاثة في الفيلا انتعوا في حيدرة ثم أخذ إلى مركز بوشاوي وهنا دعنا نشوف الفيديو اللي كنت قلت فيه هذا الكلام حتى يكون دليل يعني بعض الناس محيانا يكذبون أو لا يصدقون هذا كان في عشرة جويليا أخذت لكم قبل فترة بأنهم وضعوه كان وضعوه في البداية في غرفة تقريباً خمسة نجوم يعني شبه 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 أو شبه فيلا داخل النحية العسكرية الأولى ثم نقله الآن إلى بوشاوي إلى فيلا كلينيك وثلاث سيارات تحت أمره لنقل ضيوفه لنقل أهله لنقله هو إلى حبيث نقل كان هذا الكلام فيه يعتقد الحساب المساعد قال لأن هذا الكلام أنا قلت في عشرة جويليا اليوم يأكد المحامي نتاعه اللي هو فرق قسنطيني ويقول فرق قسنطيني يقول أشياء أخرى يقول أشياء أخرى وربما تهمنا أكثر الآن في هذا الحديث فهو يقول نقلاً الصحفي ينقل عليه يقول بأن أبدى فرق قسنطيني محامي رئيس المخابرات السابق وفرق توفيق تفاؤله تفاؤله إزاء القرار الذي ستصدره المحكمة العليا شهر نوفمبر المقبل في الطعن الذي تقدم به كل من سعيد بوتفليقة والجنيرالين توفيق وترطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية البوليدة تتذكرون أن نصدر حكم من المحكمة العسكرية حكم أولي بسجن توفيق وترطاق والسعيد ولويزا حنون 15 سنة إذا ذكرتي جيدة كان صادر الحكم في سبتمبر الماضي 2019 ثم تأكد في الاستئناف في أكتوبر 2019 نفس الحكم لكن عندما تمت مراجعة الحكم قبل أربعة أشهر أو خمسة أشهر تم إطلاق صراح تم تأكيد الحكم على سعيد بوتفليقة وتوفيق وترطاق أما لويزا حنون فخفض لها الحكم من 15 إلى 3 سنوات وأعطاوها نظر 9 أشهر نافذة والباقي يطلقوها بمعنى أنهم أطلقوا صراح وخرجت هي وتكلمت كلام ربما ذلك نشير إليه هذا الكلام لما ناقلته الصحافة اليوم على فرق قسنطيني هو يقول من أنهم متفائلين بحكم المحكمة اللي سيكون في 16 نوفمبر في 18 نوفمبر القادم في الحقيقة في الحقيقة كان كانت المحكمة المحكمة العليا لأن المحكمة العليا رفعت لها القضية لكي إما تقول أن الحكم صحيح وتثبت الحكم وبالتالي يصبح نهائي وإما تقول أن الحكم خاطئ فيه الخطاء سواء في الشكل أو في المضمون فتعيده إلى محكمة عسكرية أخرى على الأرجح يروح إلى محكمة قسنطينة العسكرية أما أنا فأقولكم من الآن الحكم الحكم سيكون بإطلاق صراح باعتباراً القضية كانت ملفقة يعود إلى قسنطينة وقسنطينة تقول محكمة العسكرية هناك تقول من أن الحكم تلغي الحكم وتأمر ببراءة الأشخاص الثلاث ستبقي على سعيد بوتفليقة باعتبار أنه عنده قضايا أخرى وربما ترطال كما قلت حسب الصراعات القائمة اليوم يطلقوه أو لم يطلقوه أما اللي رح يطلقوه في المطلق واللي الحقيقة رح يطلقينه هنا الآن هو الجنرال التوفيق في جويليا كان في بوشاوي والآن ها أكدها خسنطيني اليوم والمعلومات ثبتت إذن أكد الكلام اللي قلتم في جويليا أكده هو اليوم في سبتمبر بعد شهرين ونص أما الحقيقة اللي ما قالهاش واللي كنت قلتها لكم قبل شهر ونص أو أكثر هو أنه بعد بوشاوي نقل إلى الفيلة الرئاسية قصر رئاسي في جبال الشريعة في البوليدا شريعة البوليدا وهي واحدة من أجمل المناطق الطبيعية كان الشادي بن جديد قد بنا فيها شبه قصر حتى لا نقول قصر وهو من أملاك رئاسة الجمهورية يعني أملاك الشعب وتحت حراسة الحرس الجمهوري والأمن المخابرات يقيم توفيق وتقيم معه أسرته ويستقبل ضيوفه ويستقبل بعض الجنرالات ويستقبل تبون هناك أيضا هذه ما قالهاش اليوم لكن سيقولونها فيما بعد كما ما قالوش تعبوشاوي حتى اليوم سيقولون هذا الكلام ويؤكدونه فيما بعد كان المفروض أن المحكمة العليا تتخذ القرار يوم اليوم 28 سبتمبر لكن حينما كتبت عليه الصحافة يومها كان كتبت جريدة الشرور هذا الكلام كان قبل حوالي عشرة أيام وموقع يسمى أعتقد سبق بريس أو شهاب بريس كانوا كتبوا وقالوا بأن يوم 28 سبتمبر ستنظر المحكمة العليا في قضية الجنرالات والسعيد أحد الجنرالات رفد التليفون وبالتأكيد اجتمهم بكلمات بذيئة كعادة الجنرالات وقالهم وقفوا عين هذا الموضوع حتى نفوتوا الدستور فأجلوه بدل ما كان المحكمة العليا تنظر في القضية اليوم 28 سبتمبر أجلوه إلى غاية 18 نوفمبر لأن المحكمة العليا كانت ستقضي القراره موجود لأن القراره ليس قرار القاضي قراره هو قرار الحنوشة قرار الجنرالات القاضي فقط يندق القرار إذن القراره موجود وسيقضي بإعادة محاكمتهم أي بما يسمح بإطلاق صراحة سمعتوا يا خاوتنا اللي خدعتوا بالنوفمبرية والبديسية سمعتوا واش كنا نقولو لكم بأن ما يقوله القايد صالح على حرب زواب وحرب كانت فتنة يراد بها ضرب العرب بالقبائل حي الله حرار البلاد اللي وقفوا ضد الفتنة وقد جعلنا الله أننا كنا منهم وأوقفنا فتنة كانت ستعصف بالبلاد وكانت ربما ستتحول إلى حرب أهلية أو قفها الرجال والنساء الأحرار وقالوا لقبائل خاوتنا بركاونا من الفتنة هؤلاء هم اللي يذكرون التاريخ وليس الذين كانوا ينفقون من المعتهين في الداخل وفي الخارج اللي كانوا ينفقوا ويشيطنوا في منطقة القبائل الآن من قلبة وهو سعيد سعدي وأمثاله وأذنابه وأتباعه يخوض حرب الدياراس ضد الشعب الجزائري ما كفتوش ما حدث في التسعينات ما كفاش سعيد سعدي ما حدث في التسعينات ما كفتوش الجرائم والدمار اللي سهم فيه الآن لا يجد إلا أن يشيطن الأحرار يذكرنا بالإسم ويشيطننا بالإسم في قنوات تزعم أنها قنوات تلفزيونية فإذا بالصحفي قريب يمسح له على سباط سعيد سعدي في بير تيفي البارح واليوم الجراد الاستئصالية جايبة سعيد سعدي قال سعيد سعدي فعل سعيد سعدي قال لا يرون الآخرين يرون فقط مجرم منعه أهل بجاية الأحرار من أن يخرج معه في الحراك لأنه عارفينه كان عاميلا وكان سبب في اندفخ في الحرب القادرة في التسعينات وكان على علاقات وطيدة بتوفيق اللي كان يعتبر حرب تزاير واللي ساهم في قتل 128 قبائلي من شباب القبائل في الربيع الأسود ناهيك عن عشرات الآلاف من الجزائريين من كل القبائل والعرب وغيرهم في التسعينات لن تمر الفتنة لا ضد القبائل باعتباره مزواف ولا ضد الآخرين الإسلاميين أو غير الإسلاميين اللي رغم تشيطنوا فيهم ليس لدينا لا إسلاميين ولا علمانيين لدينا من هو مع الشعب ومن هو ضد الشعب لدينا من هو مع العصابات ومن هو ضد العصابات بغض النظر عن الإيديولوجيا والسياسة تكون الإيديولوجيا والسياسة والأفكار حينما تقوم الدولة المدنية وحينما يكون الشعب قادر على تقرير مصيره هذه دولة التوفيق تعود وتعود بها مجيئة وتعود بندخ الفتنة وتعود بمحاولة تفكيك الحراك وتكسيره وشيطن حركة رشاد لأن رشاد لا تفرق بين الجزائريين اللهم إلا على مقياس الظالم والمظلوم هاي إخواننا وش كنا نقول لكم يا من خدعت بالباديسية النوفمبرية جيشكم سيكون تحت إمرة الأمريكيين والفرنسيين ليقتلوا الأفارقة هذا هو الدستور هذا هو الدستور لماذا صنع هذا الدستور قالوا لهم الحكم مقابل الجيش السلطة مقابل أن ترسلوا جيشكم يقاتل من أجل مصالحنا ويجي معتوه هنا وهناك ومخادع هنا وهناك يقول لك ننتخب بلا لا تستحون حقا ترجمة نانسي قنقر